من جهة أخرى قال سياسيون إن استعدادات التيار الصدري لخوض الانتخابات المحلية لقيت من خلال هذه التظاهرات دفعة قوية وأكد السياسيون أن التظاهرات نجحت إلى حد ما في إظهار أن التيار ما يزال قوة سياسية تستطيع أن تعود لتمتلك شارع الاحتجاجات من جديد لفتنا إلى أن التيار الصدري أوصل رسالة للإطار التنسيقي بأنه لا يزال موجودا وبقوة وأضافوا أن الصدريين أرادوا من خلال التظاهرات إرسال رسائل سياسية منها إثبات وجودهم وطاعتهم وسرعة تلبيتهم لأي نداء يوجهه زعيمهم مقتدى الصدر